من بين مضاعفات ديال الدوالي او الفاريس هو هاد الفليبيت او الدم اللي كيتخطر في هاد الفاريس وهي مضاعفات اللي في الاول كتكون بسيطة ولكن تيمكن لها تعطي اشياء اللي هي اصحيبه صور معاي انه كان مشي وغير من المشكل اللي فاريس كان صدقوه في التخطر الدم اللي يمكن له يعطي انسداد رئوي وهو فيها مشاكل كتيرة ومتعددة اللي خسنا عارفو خسنا نفرقو ما بين الفليبيت اللي كتجي على اللي فاريس والفليبيت اللي كتجي ماشي اللي فاريس اللي كتجي في الدورة الدموية الاساسية هادو بجوش خسنا نفرقو بيناتو فإلى دل الفليبيت على اللي فاريس او تخطر الدم في اللي فاريس خسنا ولا بد من عالجوا هادوك اللي فاريس لانهم السبب ولا خليناهم دائما غاد يبقوا كي يرجعوا هادوك اللي فليبيت ولكن فليبيت في الدورة الدموية الاساسية فدائما خسنا نقلبو على السبب ما كان كتافيوش بالعلاج لانها تقدر تعطينا مثلا نسداد رئوي او لومبولي بلموناء فبالعكس دائما خسنا نقلبو على السبب ديل هديك الفليبيت وبعد نبات تكون على رأسها امراض سرطانية فمخسناش نتعاونو ومخسناش نعالجو غيلة فليبيت كسبب كنتيجة ونخليو سبب